سيد سمير أم كلتوم إحنا وقفنا هناك في الأول خالص على أنه أنت كنت تسمعها تغني تروح نايم وبقى أنت سعد ليه بتغني تروح نايم لا وبعدين حبيتها جدا بقى لما كنت في الإزاعة وبقيت أروح مع المهندس الصوت نوع قاعد مع الإزاعة نفسها مع جلال معاود هو بيزيع حفلتها بصوته الرخيم يعني وتأستعجب على والستة دي خدتني بقى كده بقى قاعد معاها في الهجر في الجفا في الرضا في الهومندا ويدا وفي كل الأشياء الحلوة أدمنتم وكل سوما لكن ما عنديش فرصة أن أنا قابلها بعد الانتصار العظيم لقواتنا المسلحة في 73 اتعاملت حفلة في نبي ضباط الزمالك قالوا كان رمضان الأربعة وسبعين فرئيس السادات حيحضر والسيدة جهان السادات والوزراء والأخيري والجنود اللي شاركوا في الحرب من الجرحة والأخيري فحفلة مختصرة لإن إحنا رمضان ولازم نخلص قبل التلفزيوني اللي على صلاة الفابر نجيب مين نجيب مين قالوا الرئيس السادات بيحب قوي فريد الأطرش وبيحب أسمهان فجبنا مطربة علاية كانت لسه في مصر طبعاً لولاية تونسية مطربة كبيرة اللي أرحمها طبس الفنانة كبيرة اخترنانا غنويتين يا بادع الورد الأسمهان وياريت نطير ونطير حواليك لفريد الأطرش اللي المفروض إن الرئيس السادات قناها للمدام الجهان صحية لفترة الخطوبة طبلول فرقة رضا فريدة فاهمي ومحمود رضا وأنا اللي بقدم الحفلة كنت بديت أعملي نادي الدولي طبعاً وكنت أعملت أحاديس مع مدام جهان السادات في البيت في الجيزة نادي الدولي ده كان أهم للي ما يعرفوش وأشك إن حد ما يعرفوش من أهم البرامج التي قدمت على الشاشة الصغيرة فيه على مدى تاريخها كانت الناس كلها تقعد كده تتفرج تستمتع بسمير صبري وبضيوف ما كانش موزيح على فكرة مزينا كده بيوعد على كرسي لا هو متحرك على المسرح ويتكلم ويتحرك في الضيوف والناس والحاجات اللي زي كده ويعمل حوار جميل ويرقص ويغني وكل حاجة المهم فبعد ما اتعملت الحفلة نزلنا نسلم على الرئيس السادات والمدام الصف الأولاني أخره توفيق الحكيم يوسف واهبي نجيب محفوظ موكلسوم عبدالوهاب ده الصف الأولاني بس عبتار في كده دعا فوانا بسلم على مدام جهان وأنا واخد عليه سجلت لها كده مرة قبل كده حديث للنادي الدولي يعني البرنادي بس انت فتتك تيحكي بقى ان هما منعوا موكلسوم في النادي الدولي كانوا منعين كل مرة يقولولي بلاش موكلسوم في تعليمات تعليمات منين؟ من فوق فوق فين؟ من فوق؟ ما حدش عارف ما حدش بيقولك فوانا بسلم على مدام جهان وقلتها مدام جهان حضرتك حقيقة منع أغاني موكلسوم؟ قالت لي أنا؟ تعال معايا ومشينا لآخر الصف الأولاني حيث تجلس موكلسوم فموكلسوم لما شفيتها وكانت ستة ضئيلة الحاجة قامت جهان السادات حضنتها وقالت بتقول لنا مين اللي يقدر يمنع الهارم الرابع عن الشعب يا سمير؟ مين اللي بيقولك الكلام الفاضي ده؟ وقالت لي بتاع الأمن اللي معاها انده لي وزير الإعلام وفضلت تكلم مع موكلسوم وجاء الوزير قالت له سمير بيقول ان فيه شاعة ان احنا منعين أغاني موكلسوم من فضلك احرص على ان أغاني موكلسوم تدعب كثرة اللي مش هيسمحها عندنا هيسمحها في إضاءة إسرائيل فاحنا لازم دي الهارم الرابع بتاعنا كويس؟ خلاص وخلصت الحفلة انا دايما كان بعد ما يخرص برنامج النادي الدولي الساعة 12 بالليل أول تليفون يجي لي كان الأستاذ محمد عبدالوهاب والله دائما شوف ازاي بيسوق نفسه طبعا 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 مع الصغيرين وأنا كنت صغير وقتها صغير في المنش جلال معوض يعني ولا أمل فاهمي ولا حد من دوني يا حبيبي ايه الحلوة دي ايه الجمال دا ايه الحديث الحلوة دا ويقعد يقول الشعر وصوته مزيق طبعا تسعة الصبح تاني يوم بعد الحادثة بتاعت موكلسوم قالوا سامير صبري موجود انا موكلسوم نعم فكرت حد بيه الصوت أجش مش صوته موكلسوم مهم اكتشفت انها هي فعلا وقالت لي عدي علي في البيت النهاردة الساعة 6 طرت على الفيلا اللي للأسف تهدت وطلعت نعمارة قبيحة مكانها يعني بينما الورسة لو خلوها وعملوا الزيارة بقى بدولار كان حقق ومكاسب رهيبة ها ما ها فاول ما دخلت قعدت بقى وانا قاعد متخيل هنا فات المعاد وهنا انت عمري وهنا في البيت فيلا اول ما دخلت بقيت لي انت عملت اللي معارفش يعملوا اجد عشان اب في بلدك انا بقالي كذا شهر منعين اغنية من الاذاعة فاندم انا ما عملتش غير يعني حدش يقدر يمنع اغانيك فاقلت لي كانوا منعينها على حكاية اشاعة بقى انه ايوة بالظبط انها دخلت في مكان فقالت لرئيس السادات يا ابو الانوار فجاني السادات قالت لها اسمه الرئيس انوار السادات اتكامش اكيدة خالص يعني قالت لي بص انا عندي ابن اخوية صوتو حلو ابن خالد اي اه انا مسافرة بكرة ولما ارجع عايزك تكون وضبطهولي زي صاحبك على عبد الحليق كانت شطيقه اه يعني قلت لي ايه يا فندي مقيت الحلاق اللي بيعمل لكم السوالف الطويلة اه ويعمل لكم ينكش لكم شعركوا تودي خاءة خاء الولد يعني وقتها دا كان اسمهم خنافس اه الخنافس بالظبط والتارز اللي بيعمل لكم البنطلونات الواشعة اللي عاملة كده دي شرلستون اه تجهزوا عشان لما ارجع انا حقدموا معاك فال قلت لي انا عنديش مانع بس ممكن اسجل معاك قبل ما السافري قلت لي فين قلت لها في المطار قلت لي ماشي تعال لي بكرة المطار وهجيلك بدري الساعة وجقت مكلسوم وحطينا الكاميرات كنت انا مجهز الكاميرات والحاجات وقلت لها لو ما كنتش مكلسوم كنت تحب تكوني ايه شوف الرد بقى ام وده موجود في الكتاب برضو ام ايوة ايدو انا كنت حبى بقى حارس مرمى في النادي الاهلي خلي بالك تلعت مكلسوم اهلوية رسمي ايوة ده يعني في طاقة من سامي شو سامي ايه في الحرادي حارس مرمى طبعا انا فلاحة وعارفة يعني ايه الحارس هو اللي يحمي الارض والشرف والعرض والوطن فحارس المرمى هو اللي بيحرص كل الحاجات دي كل الحاجات دي كل الحاجات دي شوف شوف الاجابة فين التسجيل ده انا ما شوفتوش ابدا في حاجات كتير قوي في التليفزيون المصري راحت اه اللي كان بيتصور سينما الساز محمود كنا بنصور سينما 16 ملي اه مش فيديو ده باز فدي كانت معرفش بيحطوها فين ولا بيعملوا فين حاجات كتير قوي وكان حوار طويل لا ربع ساعة اه ربع ساعة كويسين مع مكلسوم ربع ساعة اخر حديث المكلسوم لانها سفرت اه سفرت ورجعت تعبانة ورجعت على مستشفى المعادي اه فلا معندوش التليفزيون المصري غير حديث سلوى حجاجي معاها في باريس اه سلوى وناجو ابرهيم كمان ليها حكوز في حاجة في السودان وفي حاجة في تونس كلا حاجات صغيرة جدا اه حاجات صغيرة وحاجات كتير قوي من 16 ملي راحت اللي كنا بنصور بيها السينما مكانش فيه الكاميرات المحندقة دي اللي احنا بنصور بيها دلوقتي الجايدة دي كانت الكاميرا كبيرة كده وطقيلة